انا يا فهيم يا ابو الفهيمات انا عندي حكومة عندي اسمع حكومة الوحدة الوطنية ومعترف بها العالم لو نفتكوا من خيانتكم انتم خيانتكم بالفم المليان انت ومن على شكلتك احنا عندنا حكومة لو انت معانا ولو انك انت مكش بايع راهوا وانت اللي كنتها الحكومة مش انيها اني محمود عبدالعزيز بحري واللي معايا كلهم بحرية انت اللي رئيس انت اللي في البرلمان اللي هو جزء من جينيف جبتوا لحكومة ولحكومة نشهد بالله ان اداها مميز مقارنة بالهرداميسة اللي في الشرق وبالهرداميسة اللي كانت في السراج وعندها الشرعية الدولية اللي فوق اللي تحكي عليهم اللي فوق هادي الان هل من الحكمة انك انت ايه منزيدك الحكومة هادي حفتر اللي تحكي عليهم والمخابرات المصرية ما لقوش فهم خش بطريقتهم هو اشتغل سياسة اعطاهم القطراني نايب رئيس اه شبح مني الوكيل الداخلية وزير اسباح شني وزير كده تقاسم معاهم مجلس النواب اللي انت فيه هو اللي حط الوزارة لكن اربطت شيش متل مرتبات اللي كانوا يحاولوا فيها لقبرص اللي ستسأل عنها يوم القيامة يعني اسباعي اللي حاولوا فيها فروق حفتر وصكر الشيش مات وجوه قالولا قبل لا يهدرزوا عليك انتوا وباشاغا قالولا شرايك تخش معنا في صفقة ونخلوك سنتين قالهم لا ما تلزمنيش ولما عرفوا ان الانتخابات وهذا مش كلاميني هذا كلام صوان اللي قال ان حفتر وجمعتهم اللي فشلوا الانتخابات لما عرفوا ان الانتخابات متقعدي لهم فيها الصحاح فشلوها اذا بدل ما تجي انت يا عليوا اقول لي معاك وتقولوا يا عبد الحميد تبيبة تعالى جاي رأوا الوضع واحد اثنين ثلاثة وخلينا احنين نديروا ديل ونتفقوا ومعانا اخواننا في الشرق ونديروا كتف قانوني لحفتر جماعة الشرق رأوا حتى هما بدون ما تدير شوحك انك مطلع اكتر من احنين والله اللي مطلعين عليه وانت عضو مجلس نواب ما عندك ربعة او بيمين وانت متيقم من ذلك وما نبوش ان نفتحوا ملفات بدل ما تجوه تقولوا تعال جاي يد بيبة تعال احنين نعاونوك تحتوي القبيلة الفلانية تحتوي كذا وتحتوي كذا ونديروا لا تمشوا تديروا صفقة مع حفتر علشان ندخلهم الشباك لنفرض ان اللي قلتها كله صح مع انه هو في قاعدتيني غلط في حاجة اسمها النضال وفي حاجة اسمها جهاد وفي حاجة اسمها محاكمة عادلة وفي حاجة اسمها أوليها دم وفي حاجة اسمها المجرم مجرم ان شاء الله يبدأ خوي مش تمشي تدير معا صفقة قام ستسمي فيه مجرم واليوم جاي بيطبي يحكم بتبريرات واهية زي اللي كنت تبرر فيها ها تقعدش تساوي في الكلام لي روحك والظن في نفسك انك مفوه وانك بتخدع العامة بها الكلمات هذه لا لا في حاجة تقول لي احنين ما ناش قادرين لا احنين لو للخوانة والعملاء شباب بنغازي وصلوا للسدرة لكن الخوانة والعملاء هما اللي يفشلوا الشروق وصلت للخزانات لكن الخوانة والعملاء هما اللي يفشلوا وانت ادرى بهم يا سيد علي وكنت تقول فيه الكلام هذا سامعة منك اما اليوم جيه احنين ما قلناش ما نبوش اخواننا في الشرق هذا المفروض جهدكم انت والجازوي وسليمان الفقي وهل التانيين حتى الياسة بهم اه تو يوم الياب نجوع لهم اللي اه جمعت اه اه اوكالة العيش اسماهم اكلة العيش والله قلت لك لو ما طلعت وتكلمت قسما بالله مني فضيلك مش ارد عليك